صرح وزير الخارجية اليمني رياض ياسين بأن الأزمة في اليمن يجب أن تحل بالحوار والطرق الدبلوماسية معربا عن أمله في أن يلجأ المتعقلون في اليمن للمشاركة في الحوار بشأن مستقبل البلاد وقال ياسين في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زيد النهيان خلال زيارته للإمارات إن الحرب في اليمن ستنتهي حتما وإن الأزمة يجب أن تحل بالحوار الدبلوماسي من جانبه قال وزير الخارجية الإماراتي إن الأزمة في اليمن لن تحل بالسبول العسكرية إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن وجود أي خطر استراتيجي يهدد أمن دول الخليج لن يكون مقبولا والتهم الحوثيين بممارسة الإرهاب مما أدى لتظهور الوضع الإنساني في اليمن يأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه التحالف بقيادة الصعودية أجمات على أهداف جديدة في اليمن من بينها مستوضع ذخائر وموقع للدفاع الجوي وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن أحمد العسيري إن إيران التي تنفي دعمها للحوثيين لم تطلب إجلاء رعاياها من اليمن الآن لدى قوات تحالف أي طلب من جانب الحكومة الإيرانية لإجلاء رعاياها وهذا حق من حقوقهم إذا يرابون البقاء في اليمن ولكن ما نؤكد عليه أن أغلب من يتواجد من الرعايا الإيرانيين في اليمن هم كانوا من من كانوا يدعمون الميليشيات ويدربونها ويجهزونها ويمدونها ولذلك الآن هم في خندق واحد مع الميليشيات الحوثية ولهم نفس المصير ميدانيا اندلعت حرب شوارع في وسط عدم الأربعاء بين الحوثيين ومسلحين محليين مما أدى لمقتل 12 شخصا على الأقل عثر على جثثهم ملقاة في الشوارع وقال سكان إن عددا من المباني احترقت أو دمرت كليا جراء إصابتها بالصواريخ وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 643 شخصا على الأقل قتلوا جراء الصراع حتى الآن وجرح أكثر من 2200 شخص وسط نزوح عشرات الآلاف من الأسر بسبب المعارك البرية والغارات الجوية محمد مجدي رويترز